فإذن العقيدة ليست مستثناتا من هذا الأساس ومن هذا الأصل وهو أن مباحثها وقضاياها ومسائلها يجب أن تعلم يجب أن تعلم لا يمكن أن ندخل هذه المعتقدات في عقولنا ثم إلى قلوبنا بشكل سليم وبمنهج قويم إلا إذا كان ذلك عن علم فضلا عن أن نتحدث عن ذلك وأن نبينه للناس وأن ندعوهم إليه لا بد من العلم لأن هذا الدين في كل قسم من أقصامه وفي كل حكم من أحكامه لا بد فيه من العلم ولذلك قال علماؤنا استنباطا من هذا الأصل قديما قالوا ينبغي على المكلف أن لا يقدم على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه حتى يعلم حكم الله فيه والنبي صلى الله عليه وسلم طلب بنا ذلك أيضا لا نكون مؤمنين مسلمين إلا بأن نعلم ما نحن به مؤمنون مسلمون بما في ذلك العقيدة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن عبدالبر وغيره ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله وخطيب البغداد في الفقيه والمتفقه وغيرهما من الذين أخرجوا هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم المقصود بالعلم هنا هو العلم ضروري العلم ضروري أي الذي لا نكون مسلمين إلا به الحد الأدنى كما يسمونه الحد الأدنى من العلم بالشريعة وأحكامها هذه لا بد منها لنكون مسلمين وإذن على رأس ذلك العقيدة على رأس ذلك ما نحن به مؤمنون طلب العلم فريضة على كل مسلم أي ومسلمة لأنه دائما الخطاب من الشرع الخطاب من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يرد بصيغة التذكير فإن النساء داخلات فيه داخلات فيه كما هو المعهود في خطاب الشرع فحينما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فالمقصود هنا الرجال والنساء كذلك هنا في هذا الحديث طلب العلم فريضة أي واجب وجوبا عينيا على كل مسلم لا يقصد خصوص الرجال وإنما تبير هكذا يرد لأنه حينما تكون النساء داخلات في عموم أو داخلات في عموم الخطاب فلا حاجة إلى ذكرهن لذلك فالمقصود هنا أن طلب العلم في حده الأدنى واجب عيني على كل مسلم أي ومسلمة ثم إلى جانب هذا فعندنا أحاديث أخرى كثيرة وعيات قرآنية متعددة تبين لنا أن المعتقدات الإسلامية التي جاء بها الإسلام وجاء بها رسول الإسلام يجب العلم بها والإيمان بها ويعني تمثلها في الحياة أن يؤمن بها المسلم وأن يرصخها في عقله وقلبه ثم أن يتمثلها في واقعه وفي حياته أن يتمثلها في نفسه وفي بيته وفي مجتمعه يعني أنه دائما إذا انطلق إلى هذه الحياة في أي مجال في أي جانب جوانبها يجب أن ينطلق موحدا أن ينطلق معتقدا المعتقدات التي تميزه بأنه مسلم مؤمن ترجمة نانسي قنقر